السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طار الزدان ودرس جديد في الاصدار الجديد من كورس اي سيد ال او اللي بنسميه والنهاردة ان شاء الله معادنا مع الدرس التامن في ميديول او الامن الرقم ورجعتنا عشان نكمل في ميديول الامن الرقمي او والنهاردة ان شاء الله هو الدرس التامن في الميديول ده النهاردة هنتكلم عن الفصل السادس اللي بيتكلم عن الاتصالات النهاردة هنتكلم اول حاجة عن تشفير وفك تشفير رسائل بريد الالكتروني. اتكلمنا قبل كده في الدروس اللي فاتت فيه الميديول ده ان في حاجة اسمها عملية تشفير وفك تشفير. عملية التشفير ان انا بحول الحاجة اللي انا عايز ابعتها لطريقة غير مفهومة بحيس ان لو حد في النص خد الحاجة دي او حصل عليها ما اقدرش يفهم اللي مكتوب جواها زي ملف مسلا او حاجة ما اقدرش يقرأ اللي مكتوب جواه وبعد كده لما بتوصل للطرف اللي انا عايز ارسله له هناك. انا ببعث له حاجة اسمها مفتاح فاك التشفير. المفتاح ده بيساعده ان هو يفتح الرسالة تاني ويقرأ اللي مكتوب فيها بشكل مفهوم. يبقى كده انا خفزته على الرسالة. لو حد في النص قدر ان هو ياخدها او يهكرها او يسرقها. فبالتالي مش هيقدر يقرأ اللي مكتوب فيها. نفس الكلام ده بالزبط بيحصل مع البريد الالكتروني او رسائل الايميل. لما بتبعت ايميل من عندك لحد تاني. فمفروض ان الشركة اللي انت بتبعت عليها الايميل بتاعك لو انت مسلا الايميل على جيميل او اياها او اي حاجة تانية. فالشركة اللي انت ايميلك عندهم مفروض ان هم بيكون عندهم قوة تشفير كويسة بحيث ان الرسالة بتاعتك لما تطلع من عندك تروح للشخص التاني يحصل لها عملية تشفير. ما فيش حد في النص يقدر يقرأ اللي مكتوب فيها. ولما توصل عند الشخص التاني يحصل لها عملية فك التشوير بطريقة صحيحة. هتكلم برضو النهاردة عن التوقيع الرقمي او طبعا كلنا في الحياة الطبيعية لم يجي مدى على عقد او ورق او اي حاجة فبيوقع التوقيع بتاعه العادي على الورق بتاعه. ولو حصل مسلا ان في حد رفع قضية على حد ان انت مسلا مضيلي على ورق او عقود او اي حاجة. وبتروح انت تقدم ان الورق ده مزور للمحكمة بيجيبه خبير ياخد الورق ده ويشوف هل التوقيع ده فعلا بتاعك انت الشخصي ولا توقيع مزور وحد مزوره لك. برضو نفس الكلام ده بيتم الكترونيا باستخدام حاجة اسمها التوقيع الرقمي او ده توقيع باستخدام الكمبيوتر بيكون ليه اجهزة مخصصة طبعا معظم اللي بيستخدموه هم البنوك او الناس اللي بتشتغل في التعاملات المالية بيكون لهم توقيع رقمي بيكون معهم جهاز صغير كده بيوقع عليم الام بياخر التوقيع بتاعه ده يحطه على الملفات الالكترونية اللي عايز يبعد فبالتالي دي احصل هنا عملية التوقيع الرقمي وبيكون التوقيع ده هو توقيع الشخص الحقيقي وموسق ومعتمد يعني. بقى لك نتكلم عن البريد الالكتروني الاحتيالي وتكلمنا عليه برضو في الدروس اللي فاتت معظم درس النهار ده هو اصلا يعني كلام تكلمنا عليها بل كده في دروس فاتت البريد الالكتروني الاحتيالي هو رسالة بريد الالكتروني بتجيه لك على ايميلك فيها كلام بيدعوك انك تدخل على موقع او حاجة فلما تخش على الموقع ده يتم يعني يضحكوا عليك او ينصبوا عليك او يخضوا بياناتك او ياخدوا منك فلوس او حاجة زي كده يعني. دي هي رسالة البريد الالكتروني الاحتيالي. طبعا الرسالة دي كتيرة جدا واسهل طريقة اصلا عشان تسرق بيانات حد هي عن طريق رسالة البريد الالكتروني اصلا يعني فمعظمنا للاسف لما بتجيله رسالة بريد الالكتروني اه بدون تفكير بيدخل يقراها وبدون تفكير لو فيها لينك او رابط او برنامج بيروس عليه ويخش يشوف ايه اللي موجود في الرابط ده. بدون حتى كده ما يفكر انه ممكن يكون فيه مخاطرة فعلا للحاجة اللي هو بيعملها دي. يعني مسلا في الفين وسبعتاشر كان فيه فيروس انتشر في العالم كله وهو فيروس التشفير او فيروس الفيدية اللي كان بيشفر الملفات ده اسم ران ساموير. الفيروس ده انتشر بصورة كبيرة جدا في العالم ولكن اكتر دولة تضررت منه كانت السعودية. ليه بقى? لانه كان بيجي للناس على ايميلاتهم. فما كانش فيها عملية توعية للموظفين في معظم الشركات السعودية. وبالتالي معظم الموظفين لما جات لهم الاميلات دي فتخوها كلهم. فلما تفتحت عاملاتهم بحاجة اسمها او فيروس الفيدية. نزل على اجهزتهم شفر ملفاتهم. وبقى مطلوب منهم ان هما يدفعوا فلوس للشخص اللي هو صاحب الفيروس ده عشان يقدروا يسترجعوا ملفاتهم تاني. فطبعا موضوع ان البريد الالكتروني الاحتيالي ده موضوع خطير جدا وممكن كتير مننا بيتعرض ليه يوميا ان هو بيجي له ايميل او مش يوميا على على يعني بشكل متكرر انه ممكن يجي له ايميل يكون في اه حاجات او لينكات مش سليمة او برامج داري. من برضو من الحاجات اللي بتيجي لك في البريد الالكتروني الاحتيالي هو او التصيد اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الدروس اللي فاتت وزي ما بتلك الفيشنج او التصيد ان حد بيرمي الطعم الحد عشان يدخلوا في حاجة معانا وياخد بياناته بقى ومعلوماته. الفيشنج ده مسلا على سبيل المسال ان حد يعمل صفحة فيسبوك مزورة ويبعث لك اللينك بتاعها على ايميل بتاعك. فانت تخش تلاقي صفحة فيسبوك عادية. يطلب منك اتدخل والباسورد. هتروح مدخل ايميلك وتدخل الباسورد. وتدوس بعد كده هتلاقي نفسك. فقط او الايميل بتاعك لان انت اصلا دخلتهم في صفحة وهمية مش صفحة عائية. نفس الكلام ده في اي موقع تواصل اجتماعي تاني مش لازم الفيسبوك بس ممكن يبقى تويتر ممكن يبقى انستجرام ممكن يبقى نيتفلكس. اي موقع في العالم ممكن يتعمل له صفحة وهمية. ودي اتبعت لك. فانت بدون تفكير تخش عليها وتدخل بياناتك العادية الطبيعية. وتلاقي ان بياناتك جيت انت ارسلتها اصلا للحكر يقدر يستغلها ويقدر يختارك حسابك. تعالوا ووريكم النهاردة مسال على الكلام ده انا عامله بنفسي. ووريكم ان الموضوع سهل جدا. طبعا مش هوريكم انا عملته ازاي عشان محدش تعلمه. انا بوريكم بس ان الموضوع سهل جدا. وعشان انبه الناس انها ما تعملش حاجة زي كده او تاخد بالها وهي بتدوس على اي رابط جاء لها مش موصوق بيه. ده مسلا على سبيل المسال ده الايميل بتاعي. لقيت كده جاي لي ايميل بقول للسيد طرس دان نظرا لتعرض العديد من حسابات المستقيم فيسبوك. آآ للاختراق طبعا يرجى منكم الدخول على الرابط التالي لتأمين حسابكم من التعرض للاختراق. ماشي? والرابط اللي جاي لي في الايميل هو موقع فيسبوك هو فيسبوك دابل دابل وفيسبوك دوت كوم اللي هو موقع فيسبوك فعلا مفروش اي حاجة غريبة. تمام? بعيدا طبعا ان انت مفروض اول حاجة تبص لها هنا. ان هو الايميل ده جاي لك من مين? مفروض اللي هيدوق انك تقترب حسابك على فيسبوك موفوض يقع موقع فيسبوك نفسه. فانت هنا لايميل ده جاي لك من مين? من اللي بقيت لك الايميل هنا? علشان تتأكد فعلا انه ايميل جاي لك من مكان موسوك فيه مش مكان بيضحك عليك. تمام? فاحنا هنفترض انه جاي لي من مكان او الايميل pattaronي منه يعني شبه موسوك او ايميل يعني ما فوش شك شوية. وجايلي رابط موقع فيسبوك ما فوش اي حاجة هو رابط صحيح فعلا مجرد ما هتدوس عليه شوف ايه اللي هيحصل دلوقتي هتدخلك على صفحة فيسبوك اه طبيعي جدا عادي صفحة بتاعت الفيسبوك هو عايز مني ان ادخل الايميل بتاعي وادخل دي عشان اكمل بعد كده وادخل على حسابي فاش حاجة يعني ما هو ده فعلا صفحة فيسبوك ونفس الخيارات اللي موجودة هي تحت هي كلها بالزبط هي فيش اي حاجة مختلفة ففعلا الصفحة مش غريبة تطعوا نجرب كده ونشوف اللي هيحصل لما ادخل الايميل بتاعي والباسورد هندخل اي ايميل وعليكن مسلا تست خلاص ده لايميل اللي احنا هندخل وهندخل بص كده اللي حصل اندخلت على صفحة ملاش علاقة بالفيسبوك خلاص اللي جابني هنا ما تفهمش. طيب. اللي بيحصل بقى في اللحزة دي. اللحزة دي انك دخلت على صفحة مزورة. صفحة فيسبوك مش حقيقية. دخلت فيها بياناتك وباسوردك. اللي بيحصل بقى وقتها ان بياناتك اللي انت دخلتها دي بتروح رايحها للهكر صاحب الصفحة دي. بيروح رايح له كله يقول له والله فلاني فلاني دخل حسابه. آآ اسم بتاعه كزا والباسورد بتاعه كزا. ومكان دولته كمان اللي دخل منها كزا. وبالتالي هو راح بمنتهى السهولة واخد الاميل اللي جاله واخد الباسورد اللي جاله ودخل على الفيسبوك. افتح حسابك يغير الباسورد ويغير الاميل ويغير كل حاجة. وكده هو اخد حسابك قابلني بقى لو انت عرفت الترجعاتين. فاحنا يا جماعة ناخد بالنا كويس جدا من الموضوع ده. تعال اخبركم لما بتروح للهكر بتروح له ازاي? بص بقى ده الهكر اهو. صفحة عنده وفروض انها فاضية زي كده. مفيش حد لسه جاله او ضحية جدله. مجرد ما هي اعمل ريفريش. بص كده اللي حصل. مجرد ما عمل ريفريش لقى هنا بيقول له في جالك اسمه تست والباسورد بتاعه من واحد لستة. شفت بقى الفكرة والخدعة. هندخلنا من شوية الايميل بتاعنا كان فعلا تست ورخلنا باسورد من واحد لستة. راحت على طول البانت دي كلها للهكر على الايميل بتاعه او على حسابه اللي هو عمل بيه الصفحة المزورة دي. ساعتها يروح هو اخد ده والباسورد دول ويروح دخل على الفيسبوك بهم وبمنتهى السهولة هو ادر ان هو يختارك حسابك. الكلام ده بس ما بتعملش بس على الفيسبوك. ممكن تعمل على اي موقع تاني. اي موقع بيتعمل له صفحة مزورة وتتبعات لك. انت مداخدش بالك دخل بياناتك تروح رايحة للهكر. طبعا الكلام ده كنا بنشوفه كتير جدا على الفيسبوك. لما مش عارف مين بيعمل ايه. تروح انت دايس على الينك ده عشان تخش تشوف الفنانة بتاعمل ايه. واتدخل بياناتك تروح حسابك تسرق بنفس الطريقة وبنفس الخطوات دي. طب تعالوا انترجع تاني وانتشوف ازاي بقى تعرف لما يجي لك رابط او لينك او برنامج تعرف ازاي انه مش صحيح. او انه اه فعلا صفحة مزورة. اول حاجة زي ما قلت لك تشوف الايميل اللي جاي منه الايميل بتاعك او اللي جاي لك منه. انا مسلا الايميل ده مفهود مقولوش علاقة خالص بفيسبوك. ده واحد على جيميل. فايه علاقة ده بالفيسبوك? يعني واضح انه مقولوش علاقة. ولكن ولنفترض انه هتلاقي مسلا الايميل ده اللي مرسل منه له علاقة شوية بالرسالة او هنقول مسلا واحد لعلاقة او واحد صاحبان اعرفه او حد ثقة هو اللي بعيدت للايميل دي لوحدها برضو ما تكفيش ان انت تخش على اللينك ودوس على اللينك طيب قبل ما تدوس على اللينك لو اخدت بالك اللينك مفهود هنا انه موقع فيسبوك عادي جدا بس هتاخد بالك من حاجة كويسة جدا مجرد ما تقف على اللينك كده بص تحت تحت على الشمال عندي قائمة كده بص موجود ايه? ده الرابط الحقيقي اللي انت هتخش عليه اللي هو مكتوب فيسبوك سبعة دوت بلوجسبوك دوت كوم اخدت بالك يبقى هو ظاهر لك قدامك ان كلمة دوت كوم ولكن مجرد ما هتدوس عليها كده دلوقتي بص كده هتوديك فين وردك على صفحة فيسبوك فعلا لكن شوف بقى العنوان فوق ايه هو? العنوان هنا مكتوب فيسبوك طبعا فيسبوك كمان مش مكتوبة صحة مكتوبة اه مفروض بعد سي في اي وبوك اتنين او وعملها لك اه تلاتة وسبعة دوت بلوجسبوك دوت دوت كوم ديه بالضبط عاملة كده زي الناس اللي كانوا بيزوروا دمان اه تجارتات اديدس وكده بيسموها او ابيبوس والكلام ده كله فهو هنا الراجل اللي عمل اللينك ده اللي هو انا يعني عمل صفحة قريبة من صفحة الفيسبوك وكمان اللينك بتاعها قريب عشان يخدعك ويضحك عليك فانت دي كلها حاجات تكشف لك ان فعلا الموضوع في حاجة غلط لما تقف على اللينك كده بالموز وتلاقي ان اللي موجود هنا في اللينك الاسم اللي ظاهر لك هنا غير الاسم اللي هتخش عليه او اللينك اللي هتخش عليه مختلف اعرف ان ده يميل في حاجة غلط ما تخشش خالص وما تدسش عليه اصلا طيب لو دست وحصل انك دست تاخد بالك كويس جدا انك هنا تشوف الرابط ده هل فعلا الرابط ده ليه علاقة بالموقع اللي انت داخل عليه فعلا مزبوط ولا غلط لو لقيته مزبوط خلص يبقى موقع صحيح وسليم لو لقيته مش مزبوط يبقى تطلع عطول وما تخشش وما تكملش بعض المواقع برضو لم تتخش عليها اللي هي المزورة بتليش علامة دي لو ما لقيتش علامة دي اطلع عطول لان ده موقع مزور طيب لو لكش ان الموقع ده سليم ماشي يبقى لازم تأكد برضو من اللينك ده اهم حاجة عندي هو اللينك تمام لان ما فيش حد هيقدر يعمل في العالم اللينك مزور لكمان موقع فيسبوك يعني هيبقى صعبة جدا فلازم هيجيب لك لينك تاني شبيه للينك فيسبوك خلاص يبقى كده عرفنا وبعض ازاي لما يديلك بريد الكتروني مش كويس تاخد بالك منه ما تفتحوش او ما تخش فعلا انه رابط سليم وتمام طيب عندنا في البريد الي بتروني في حقيق على الشمال في حاجة سماها دي الحاجات اللي عندي. او القوائم اللي موجودة عندي. هتلاع حاجة هنا هنا جديد. وفيه حاجة اسمها سبام. سبام هو. فيه حاجة هنا برضو مفروض اسمها جون كيميل. فيn هي. مش موجودة عندي في الamel ده مش. عندك في الamel بتاعك ممكن تلاع حاجة اسمها جون كيميل. عشان انoki لسه جديد اصلا فمش ظهر عندي هنا. فمفروض هتلاع حاجة عندك هنا اسمها جان كميل. ده بيجي في الايميلات اللي هيا غير مهمة لما حد بعث لك ايميلات ولا حاجة ومن نفس موقع جيميل حس ان الايميل ده مسلا حاجة مش مهمة او كده بيودي عطال عرجان كيميل عشان بيبقى شاكك فيه انه يكون حاجة مسلا ضرر ليجهزك او حاجة كده. وفي برضه هنا عند لو درس على ده كده هتلاقي ان برضو لس بام ده. بيجي لك الايميلات اللي بيشك فيها الموقع اللي انت عامل ايميلك عليه بيشك في الايميلات اللي جاي لك ده ممكن تكون ايميلات ضارة فيها فيروسات او حاجة فبيحولها اوتوماتيك على الاسبام دي. تمام? فانت عندك هنا الاسبام وفي الجانك ميل. ودي برضو حاجة كويسة في المواقع اللي بتبقى بتدينا ايميلات عليها ولا حاجة زي جوجل وزي ميكروسوفت والناس دي كلها وهوت ميل وياهو الكلام ده كله. ان هما عندهم برضو بيكون عندهم انتفايروس. احيانا طبعا بتعدي منه الاميلات دي. يعني الاميلات اللي كان جات هاكر او الفيروس اللي جي انتشر زي ما تلك في السعودية ده اعدى من موقع جوجل وميكروسوفتو الكلام ده كله ما حدش اكتشفه. فاحيانا بيعدي منها حاجات احيانا مش كتير. ولكن في معظم الوقت هي بتاخد بالها كويس جدا من الاميلات اللي بتيجي فيها حاجة مش مزبوطة وبتمسكها. لكن لو اخدت بالك من شوية الاميل اللي جالي ده من شوية. لان انا دخلت عليه. هو ما مسكوش ما عارفوش ما ان ده فعلا رابط مزور او حاجة. لانه بمنتهى ببساطة هو بعيد لرابط هدخل عليه. الموقع نفسه مولوش علاقة الرابط ده بيجيب ايه او بيشمع ايه. لكن لو ما بقود برنامج في الاميل ده ضار او حاجة. فغالبا الجيميل بيمسكو وبيحولو على طول على الاسبام عشان ما يخلكش تفتحو او تخش عليه. انت بقى حبيت تخش عليه دي ما يسيرتك انت الشخصية بقى. تمام فنلاقي هنا عندنا حاجة اسمها اسبام ده بيجي فيها كل الاميلات الضارة اللي بيصنفها موقع اه جيميل او اي موقع تاني ان هي اميلات ضارة ممكن تضر الجهازك. طيب لو جالك ايميل من حد زي كده وعايز انت الشخص ده خلاص انا عارف انه هكر او حاجة او ايميل مش كويس فمش عايز يبعثي تاني اي ايميلات تانية او عايزه ما تجيليش في عندي. ما شوفهاش. حاس انه هيضرني ولا حاجة. بتيجي هنا الايميل بتاعه كده. وتيجي هنا تقول له ايه? لما تقول له كده انت بتبلغ موقع ان الراجل ده بيبعت حاجات مش كويسة او ممكن تقول له برضو ده بتبلغهم ان الراجل ده بيبعت محاولات تصيد ان هو يبعت ايميلات فيها حاجات تدخل الناس عليها او تخش الناس عليها بيحاول يتصيد معلوماتهم او يخش على حسابه. فانت عندك الاختيارين دول ممكن تبلغ عن الايميل اللي جاي لك اللي انت مش وصك فيه. طبعا لما تبلغ عن اي ايميل بيجي لك من الشخص ده تاني بعد كده هتلاقي راح في الفولدر اللي اسمه تمام كده. يا ريت تكون النقطة دي واضحت للناس وتاخد بالك باز جدا لان دي اسهل طريقة سرقة حسابات على الانترنت. هتكلم بعد كده عن وسائل التصيد الشائعة او وكنا تكرمنا لها قبل كده برضو في دروس سابقة بس هنهيدة تاني عشان الناس اللي نسيتها او حاجة منهم انه حد يتصل بك وقول لك انا والله الشركة الفوانية وعايزين منك تديني الباسورد او بياناتك. هتروح انت من ديوم بياناتك طبعا هتضغفك عليك. ان في الشركة محترمة او بنك او اي حد يتصل بك يقولك اديني باسوردك. اول ما يقولك اديني باسوردك او رقم حسابك البانكي او رقم كارت الفيزا بتاعك اي حاجة من الحاجات دي كلها طبعا اعرف ان ده شخص محتال وما ينفعش تديره اي حاجة من الحاجات ديني. حتى لو اتصل بك موظف من البنك وقال لك اديني رقم الفيزا بتاعتك او اديني الباسورد بتاعك. ما ينفعش تديره. تمام? برضو عندنا الحاجة التانية اللي هو شفناها من شوية دي يجي لك ايميل في ربط موقع مش صحيح او حاجة مش صحيحة. برضو من انواع التصيد برضو ان حد يستغل علامة تجارية لشركة ما ويروج لها انها دي شركة فوانية بتعمل اعلان او بتعمل عروضة او اي حاجة ويستغلها استغلال خاطئ في اه التصيد. مهم جدا 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 انك انت ما تكشفش معلومتك الشخصية لاي حد ما تصقش فيه. او اي حد بيكلمك في تليفون او اي حد بيبعث لك ايميل او اي حد بيكلمك على مواقع التواصل الاجتماعي. معلومتك الشخصية دي حاجة مهمة جدا انك تحافظ عليها تبقى شخصية وتبقى سرية لاني ممكن استغلالها بطريقة مش كويسة او ممكن باستخدام المعلومات ديت ان هو يقدر يهكر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي. هتكلم بعد كده بحيث ان انت ما هتمش استغلالك او يتم اختراق بياناتك ومعلوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مهم جدا ان انت وانت شغال على مواقع التواصل الاجتماعي ان بياناتك ومعلوماتك السرية تفضل سرية وشخصية. ما تقولهش لا اي حد ما تعرفش الناس آآ تاريخ ميلادك عنوانك ساكن فين رقم تليفونك ايميلك الكلام ده كله دي كلها معلومات شخصية المفروض ما حدش عرفها غيرك انت بس فانت حاول تحافظ على سرية المعلومات دي. مهم برضو جدا ان انت على مواقع التواصل الاجتماعي انك تحاول تخلي عندك خصية في حسابك وفي المكان اللي انت متواجد فيه يعني بتخش على حسابك على الفيسبوك طبعا كنا عارفين الكلام ده تحاول تخلي ان معظم منشوراتك ومعظم بياناتك ما يشوفاش غير اصدقائك يعني متخلاش للعامة اللي معدي كده على الفيسبوك يخش الي تاريخ ميلادك وعنوانك واسم ابوك واسم امك وساكن فين وروحت فين واشتغلت فين وجيت منين والكلام ده كله ما ينفعش حاول معلوماتك الشخصية تخليها شخصية ولو في معلومات ممكن تنشرها تبقى للاصدقاء فقط والاصدقاء بقى يا باشا ما تضيفش اي حد يعني اي حد كده معادي يبقى لك تقبله دي طبعا حاجة غلط جدا مفروض ما تقبلش اضافات من الناس الا اذا انت عارفهم معرفة شخصية او انت واثق فيهم عشان كده عندك على حسابك برضو مهم جدا ان المكان اللي انت متواجد فيه ما تنشروهش يعني مش مسلا قررت الوقت رايح اي مطعم او كفية او حاجة تقعد تنشر بتاعك لان طبعا برضو انك نشر بتاعك ده خطر جدا عليك ان بمنتهى السهولة لو حد عايز يأذيك او حاجة فهو عارف انك موجود دلوقتي في المكان ده فممكن يستنيك يروح يأذيك او اي حاجة فانت ساعدته انك انت نشرت مكانك بمنتهى السهولة للشخص ده عشان يجي لك او يضرك او حاجة زي كده مهم جدا برضو تتستخدم باسورد قوي آآ لمواقع تواصل اكتماع بتاعتك وحاول كمان ما يكونش نفس الباسورد يعني حاول تنوع شوية عشان ما يكونش نفس الباسورد بحيث ان انت لو حد اخترك الباسورد ده ما يقدرش به يختارك كل حساباتك بقى يعني ما فقدناش البيت كله في السلة زي ما بيقوله يعني فانت حاول لكل موقع تواصل اكتماعي يكون ليه باسورد مختلف عن تاني ويكون باسورد قوي جدا مكون من ارقام وحروف ورموز وحروف كابتل وحروف سمول وكلام بكل التطبيقات اللي بتشوفها على مواقع تواصل اكتماعي زي العاب ووجيمز او برامج او حاجات زي كده حاول مش اي برنامج او تطبيق تشوفها على مواقع تواصل اكتماعي تستطيع عندك على جهازك وتسمح له ان هو يدخل على كل بنات جهازك وكلام ده كلام طبعا فيه بقى تطبيقات بتكون جاية من مواقع غير مضمونة ممكن تضرك لو انت يعني سمحت لها انها تستخدم جهازك بطريقة خير صحيحة احيانا بقى انت بتستخدم مواقع تواصل الاجتماعي فيه ناس كتير جدا بالتعرض اللي مسلا الابتزاز او التهديد وده اللي بنسميه التسلط عبر الانترنت حد مسلا يروح بيجي هددك يبعط لك رسالة ولك والله انا معايا صورك ومعايا او كبنت مسلا معايا صور ليكي مش كويسة سواء كانت صور حقيقية فعلا او صور هو ومركبها فوالله تتعلي فلوس كزا او تيجي في المكان الفلاني كزا يا اما حنشر صورك وهفتحك وهددك والكلام ده كله فده برضو من الاخطار اللي بتحصل لنا او المشاكل اللي بتحصل لنا من مواقع تواصل الاجتماعي عشان كده نقول نحاول نحافظ ان صورنا ما تبقاش ببليك ان معلوماتنا ما تبقاش ببليك ان الاماكن اللي بنتواجد فيها كمان ما تبقاش ببليك عشان نحاول ان احنا ما نتعرضش ليه عمالية صلت عبر الانترنت دي والتهديد والاتزاز بمعلوماتنا او صورنا او اي حاجة من الاشكال دي في برضو من انواع الاخطار اللي بنشوفها على مواقع التصوير الاجتماعي هي الاستمالة او اللي بيسموها استخدام القاصرين في حد ممكن يخش يشوف الاطفال الصغيرين او حاجة او البنات الصغيرة زي القضية المشهورة اللي كانت معمولة لحنين فسام دي تقريبا ان بيخشوا يكلموا بنات ولا ولاد صغيرين يعرضوا عليهم شغل او حاجة وفي الاخرى يكتشفوا ان الشغل ده مسلا يكون في حاجة مشبوهة او حاجة مش كويسة وهم بيستغلوا كده القاصرين لعدم وعيهم بالحياة وان ممكن الحاجة اللي هيعملها تسبب لهم اه مشاكل قانونية بعد كده. ممكن برضو من الاخطار اللي بنشوفها على مواقع التصوير الاجتماعي انه حد يكشف معلوماتنا الشخصية لشركات او برامج او اي حاجة تانية ان فيه شركات كترة جدا بتهتم انها تاخد معلومات مستخدمة مواقع التاصو الاجتماعي. طب هتفيده في ايه? هتفيده انه هو هيعرف هو الشخص ده بيحب ايه? فبالتالي يبدأ يعرض عليه منتجه. فبالتالي معلوماتك الشخصية عايز اقول لك ان معظم مواقع تواصل الاجتماعي بتاخدها تباعها لشركات تانية. عشان يقدروا يفهموا الشخص ده يحب ايه? فيقدروا يعرض عليه المنتج اللي هو ممكن يشتري. فكشف معلوماتك الشخصية برضو ديت من المخاطر اللي ممكن توجهها على مواقع التواصل الاجتماعي. فيه برضو الهويات المزيفة الهويات المزيفة ان حد يعمل زي بتاعك بالزبط يحط صورتك ويحط اسمك وكل حاجة ويخش يكلم الناس على انه انت ويعمل لك بقى مشكلة او فاضحة في شغلك او اي حاجة بس يبقى اسمه بالزبط هو انت كأنك انت الشخص العامل لحساب ده. وطبعا بعد كده عندنا برضو اخر حاجة اللي هي الرابط الاحتيالية او الرسائل الاحتيالية ان هو حد وليش فيناه كتير جدا تلاقي حد حسابه اتسرق ولا حاجة يروح داخل باعت رسالة للناس كلها اللي عنده يا جماعة انا فلاني فلاني معلش انا في ازمة مالية ممكن بس اتحول لي مش عارف مبلغ قد ايه ولما ربنا يفرجع عليها ارجعهم لك وانا اسف ومش عارفه كلام ده كله دي بتبقى رسالة احتيالية حد اخترك حساب الفيسبوك بتاع صاحبك ده واستغل للناس اللي عنده باعت لهم كلهم الرسالة دي عشان يحولولوا فلوس او اي حاجة تانية بحيث ان هو ايه يضحك عليهم وينصب عليهم دي بتسمى الرسالة الاحتيالية طبعا ممكن يستخدمها برضو يعني بعت لهم برنامج مش كويس او موقع مش كويس فين يخترق حساباتهم هما كمان يعني طبعا الحاجات دي كلها شفناها يعني كلكم اكيد شفتوها وليه بتحصل برضو بسبب اهمال الاشخاص ودخولهم على روابط غير مضمونة ومواقع غير مضمونة وبالتالي اتسرقت حساباتهم بنفس الفكرة اللي انا ورتلكم في الفيديو بتاع النهاردة طبعا انت مفروض لما يتعرض لاي حاجة من الحاجات دي اللي هي الاحتيال او التهديد او الابتنزاز لما حدي كلمك على مواقع تواصل اجتماعي او على واتساب او على مسينجر او على اي حاجة حد يهديدك بصور يهديدك باي حاجة تانية المفروض انك بتبلغ السلوطات اللي انت موجود في الدولة اللي انت فيها يعني انت موجود في مصر في عندنا برضو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ قضية ويتم عرضه على القضاء. هتكلم بعد كده على اخر جزء معنا في درس النهاردة هو الفويب والمرسلة الفورية. الفويب اللي هو اختصار لكلمة او المكالمات الصوتية والفيديو عبر الانترنت. كلنا طبعا بنتستخدم مكالمات صوتية وفيديو فيديو كول عبر الانترنت. زي في برامج كتري جدا زي برامج المسينجر والواتساب وممكن نستخدم الانستجرام. طبعا حاجة دي كلها تستخدم وممكن نستخدمها في الشات. المراسلة الفورية هي الشات طبعا وفي ممكن نستخدمها برضو في الفيديو شات. مهم جدا تعرف ان البرامج اللي بتستخدم في الفيديو شات او الفويس او المراسلة الفورية لازم تكون برامج مضمونة منزلها من متجر مضمون يعني مسلا لو بتستخدم ايفون فانت عندك لازم تحمل منه برامجك المضمونة او بتستخدم اندرويد فانت عندك جوجل بلاي فبتحمل برضو منه البرامج المضمونة حاول تبعد عن البرامج الغير مضمونة يعني ما تحملش برامج برا الاب ستور وما تحملش برامج برا الجوجل بلاي لان اي برنامج موجود جوه جوجل بلاي او اب ستور فدي برامج بتكون متراجعة كويس جدا ومعروف انها مفاش اي حاجة خطيرة واي حاجة ضرك فبالتالي برامج مضمونة جدا لكن اي برنامج هتحمله من برا ده مسؤولتك الشخصية ممكن يكون برنامج مش كويس يضر جهازك او يسرق بياناتك او يهكر الحسابات بتاعتك بل والاسوأ من كده كمان ان ممكن يستخدم في التنصط عليك يعني ممكن في برامج منهم تكون مش مضمونة او حاجة وانت قاعد في بيتك كده تكون البرامج دي شغالة بتسجلك مكالمات او بتسجلك اللي انت بتقوله وتبعاتهم من الاشخاص اللي طلبوا الحاجة دي مهم جدا انت تستخدم البرامج اللي فيها المراسلة الفورية اللي هو الشات يعني او كده وبتبعت ملفات لاصحابك او حاجة حاول ملفات دي تكون مشفارها عشان لو حد وقت في او حاجة ما يستغلهاش اه برضو حاول لو انت داخل غرب درداشة او حاجة ما تكشفش اسمك بالكامل ما تقولش ان اسمه في لون الفلاني ساكن فيها تلفوانية رقم تليفوني كزا تريق من دي كزا حاول دايما تحافظ على سرية معلوماتك اه دايما على مبالك يستخدم برامج من برامج مكافحة الفيروسات وكمان حاول تكون ذاكي شوية ان انت في الحاجات اللي فيها الفيشنج او التصيد دي تحاول تاخد بالك كويس ان لو حد بقيت لك لينك مش مزبوط زي ما قلت من شوية حاول تكون لما حكرة وتعرف هل ده فعلا حاجات حقيقية ولا حاجات محاولة التصيد او محاولة الخداع هتكلم بقى دلوقتي عن استخدام الاجهزة المحمولة او المبايلات او التابلتس والحاجات دي كلها زي ما قلت من شوية انك اي برامج بتنزلها لازم تنزلها من متجر موصوق فيه زي جوجل بلاي او ما تنزلش حاجة من المتاجر او الاماكن الغير رسمية عشان ممكن تكون فيها برامج دارة تضر جهازك وممكن تستخدم يعني طريقة وصول لبياناتك بشكل مش كويس فبالتالي بياناتك كلها تكون معارضة انها تتحكر او يتم سرقتها معظمنا وهو بيجي يسطب اي برنامج على موبايلو بيلاحظ حاجة اسمها اوزنات التطبيقات او الاب برميشنز وانت تيجي تسطب اي برنامج مسلا لسه اول مرة تسطبه على الجهازك بيطلب منك تسمح له ببعض الصلاحيات يعني مثلا لو جيت تسطب برنامج مسنجر بعد ما تخش على المسنجر تيجي تبعت رسالة لحد من اصحابك بتلاقيه طلال لك كده رسالة يقول لك ايه اسمح له ان هو ياخد يستخدم المايك بتاع جهازك حبيت تبعت مثلا صورة او حاجة من عن مبالك بتسمح له ان هو يخش على الممور بتاع جهازك الكلام ده كله بنشوفه في معظم البرامج اللي بنستخدمها في حياتنا اليومين مهم بقى جدا في الحيات انك انت اي برنامج بتيجي تستخدمه طلب منك اذن او حاجة تقرأ الاذن ده هو ايه بالزبط يعني في مسلا برنامج يكون مسلا خاص بالمسلا يعني بالمحادثات الشات بس شات عادي جدا فتلاقيه طلب منك مسلا يخش على الكاميرا او يعرف بتاعك طب ايه اللي ايه علاقة بتاعي بمسلا الشات يطلب منك اذن انك تسمح له ان هو يعرف بتاعك هنا طبعا ترفض لان ده برنامج شات مولوش علاقة باللوكيشن بتاعي فانت يعني عايز عارف اللوكيشن ليه فترفض ان هو ياخد الازن ده مهم بقى جدا وانت ايه برنامج بتستطبه وبتسمح لك تصريحات تشوف التصريحات دي هل فعلا ملأمة للبرنامج ولا دي اوفر شوية وان البرنامج ما يستحقش انه ياخد التصريحات دي اخر حاجة نتكلم على النهاردة بقى هي التدابير الوقائية لو حصل انت اه بجهازك ضاع او تسرق منك معظمنا طبعا ممكن يتعرض لحاجة زي كده انه جهازه يضيع منه ينسى في مواصلات او في اي حاجة او يقع منه هو مش ياخد باله او يتسرق منه فايه بقى اللي انت مفروض تعمله دلوقتي لو جهازك ده ضاع منك او تسرق منك طبعا كل اللي احنا هنقوله دلوقتي ده لازم تعمله او ما ينفعش انك تعمله غير لما يكون الجهاز ده متصل بالانترنت مجرد ما الجهاز ده يتصل بالانترنت في اي مكان في العالم فانت تقدر تخش تتحكم في الجهاز ده سواء كان الجهاز ده اي او اس اللي هو قبل يعني او اندرويد هنا او هنا تقدر تتحكم في الجهاز تحكم كامل من ضمن الحاجات اللي اندر نتحكم فيها في الجهاز ده ان طبعا انت تتخش على جوجل تكتب هيفتح لك موقع هيطلب منك الايميل اللي انت حطه على موبايلك ده هتكتب الايميل بتاعك وتدخل باسورد مجرد ما تكتب الايميل بتاعك وتدخل بسود هيجيب لك الجهاز بتاعك اسم الجهاز وامكانيات وكل حاجة طبعا لو هو متصب الانترنت في الوقت اللي انت فتح فيه هيقولك الجهاز ده موجود في الحتة الفرونية مكان فلان لو ما كانش متصب الانترنت هيجيب لك اخر مكان كان موجود في الجهاز ده وكان متصب الانترنت طيب لو كان الجهاز متصب الانترنت فنقدر ساعتها في اللحظة دي ان انا امسح كل داتا اللي موجودة على الجهاز. يعني اخلي كل حاجة على الجهاز اتمسح وكان الجهاز دي سراجعة جديدة. لو انا خايف ان الشخص اللي سرقه يستغل الحاجات اللي عليه او الصور اللي عليه ويستغلها استغلال مش كويس. ممكن برضو في اختيار عندي حاجة اسمها او ان انا اصدر صوت من الجهاز ده لو انا مضيعه عندي في البيت او في مكان قريب مني. فبيخلي الجهاز ده يطلع صوت. فبقدر بالتالي انا لو سمعت قريب مني والحاجة اروح على اي فين موجود الجهاز ده اللي انا سبته يعني. برضو ممكن اعمل له لوك اعمل له باسورد. لو الجهاز ما كانش له باسورد قبل ما يتسلق. فمجرد ما يتوصل في الانترنت اقدر من مكاني اعمل له باسورد بحيث ان الحرامي ما يقدرش يفتحه الا لما يعرف الباسورد ده. برضو ممكن اعرض رسالة على الموبايل بتاعي. لو انا ضيع في الجهاز او نسل في حتة ممكن اعرض رسالة على الموبايل بتاعي اكتب فيها مسلا اجامعة الجهاز بتاعي ضيع ورقم تليفوني كزا اللي لقيه يكلمني وليه مكافأة ممسئة. واسيب رقم تليفوني في الرسالة دي. مجرد ما حد يلاقيه اللي هو كويس وبن حلال هيتصل بي يقول لي انا لدي الجهاز بتاعك ويكلمك ويديك الجهاز بتاعك. بكده نكون وصلنا نهاية الدرس النهاردة لو انت لسه ما كنتش مشترك عندي في القناة تنزل تحت الفيديو ده وتشترك عندي في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصالك كل فيديو تتنزل على فانتي. وكمان تعمل لايك وشير الفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.